حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن الامتداد القانون العاد الاجار في ظل القانون رقم بسعة واربعين للسنة سبعة وسبعة في شأن بيع الاماكن والعلاقة بين المؤجر والمستقر يعني النهاردة هنتكلم بصرة بسيطة عن الناس اللي قاعدين بقيمة ثلاثة جنيه وخمسة جنيه في الشهر اصحاب عقود الايجار القديم اللي عقودهم محررة في ظل القانون رقم تسعة واربعين للسنة سبعة وسبعة ايه اللي بيحصل في حال وفاتهم او تركهم للعين المؤكرة اتكلمنا طبعا في حلقة سابقة عن معوضيع مختلفة تقدرهم تتابعوها من خلال اللينك اللي يظهر لحضراتكم في اخر الفيديو قبل ما نخش في موضوع حلقة النهاردة لازم نوضح لحضراتكم يعني ايه عقد ايجار عقد الايجار عرفه المشرع وفقا لنص المادة خمسمية تمانية وخمسين من القانون المدني بانه عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه ان يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء اجر معلوم في لتالت انواع من الاماكن المؤكرة الاماكن المعدة للسكنة ثانيا الاماكن التجارية اللي هي بتكون غير معدل السكنة ثالثا الاماكن ذات الاشخاص الاعتبرية نهاردة هتكلم عن اول نوع فقط اللي هي الاماكن معدل السكنة والاماكن غير معدل السكنة والاماكن الاعتبرية ان شاء الله هتكلم عنها بوضوح اكتر في حلقة تانية وهوضح لحضراتكم حكم المحكمة الدسترية رقم سبعمية وتلاتة لسنة 2019 الصادر بذلك الشأن. الاماكن المعدة للسكن. وفقا لناس المادة تسعة وعشرين فقرة اولى من القانون رقم تسعة واربعين لسنة سبعة وسبعين لا ينتهي عقد اجار المسكن بوفاة المستاجر او تركيه للعين. اذا بقى فيها زوجة او اولاد او اي من والديه الذين كانوا يقومين معه حتى الوفاة او الترك. بمعنى اللي احنا النهاردة في وحدة سكنية باسم المستاجر الاصلي والمستاجر الاصلي ده توفاه الله او تركيه للعين. مين اللي يعد فيه? ايه? القانون حدد زوجة اولاد ابو وام. قبل حكم المحكمة الدسترية الصادر بتاريخ الفين واثنين كان يحق للاقارب الحفيد الاقامة بالعين. بعد حكم المحكمة الدسترية الحفيد ما عادش ليه حق اللي هو يعد في العين. القانون هنا وضح شرطين مهمين جدا عشان اكون ليه الحق في الامتداء دي القانوني الاعداء القاهرة. اول شرط بينهم اللي انا اكون قاعد لمدة سنة مع المستاجر الاصلي. وكل مراسلاتي وكل حياتي في البيت ده. وده الموطن المعلوم الوحيد ليه في المحافظة اللي انا قاعد فيها. وما يكونش ليه اي واحدة سكنية تانية اكون مسلا ان بتردد عليها قاعدوا من هنا تلاتة هنا لا. لازم اكون قاعد سنة كاملة. وشهدت الشهود لو احنا احتاجناهم في المحكمة. يجوا يكرهم في شهادتهم. اللي انا ماليش اي موطن معلوم اخر. غير الواحدة السكنية اللي انا قاعد فيها. طيب ايه تاني. اللي انا السنة دي تكون حياستي هادئة ومستقرة ومستمر. تلات شروط دول. حيازة مستمر ومستقرة وهادئة. يعني مفيش اي نزاع قانوني على العين مع اي طرف من الاطراف. انا هنا اتكلمت عن الزوجة والاولاد والاب والام. لما نجي نتكلم على الحفيد الحفيد لامتداد قانوني بس وفق النشروط محددة طبقا للقانون. صدر حكم المحكمة الدستورية العلية في الدعوة رقم سبعين لسنة تبانتاشر قضائية بتاريخ تلاتة احداشر الفين واثنين. بعدم دستورية الفقرة التالتة من المادة تسعة وعشرين للقانون رقم تسعة واربعين لسنة سبعة وسبعين. بتاريخ خمستاشر حداشر الفين واثنين تم نشر القانون في الجريدة الرسمية. والعمل به بعد يوم من تاريخ نشر. التواريخ دي تفرق معنا جدا عشان احنا ما بنقدرش نطبق حكم غير بعد نشره في الجريدة الرسمية. فاحنا النهاردة لما نيجي نطبق الحكم ده احنا مش هنقدر نطبقه قبل تاريخ خمستاشر حداشر الفين واثنين. محكمة النقضة عقبت على ذلك الحكم وقالت ان الحكم ده له اثر على المستقبل من تاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية فقط. ولا يطبق بأسرع. يعني احنا النهاردة لو في حفيد قاعد قبل التاريخ ده. في العين ليحق ليه الامتداد القانوني. بس بعد تاريخ خمستاشر حداشر الفين واثناشر ما يحقش للحفيد دي الامتداد القانوني لعقد الايجار. طبقا لحكم المحكمة الدستورية العالية. طيب نوضح تاني هنا مين اللي هيكون لي الامتداد القانوني لعقد الايجار? هوضح لحضراتكم تاني لا ينتهي عقد الايجار بوفاة المستجر الاصلي او تاريخ ودعي. اذا بقى فيها زوجة او اولاد او اي من ولديها الذي كانوا يقومون معه حتى الوفاة. او تاريخ العين. على ان يكون في شرطين. الشرط الاول سنة. اقامة هادئة ومستقرة ومستمرة حال حياة المستجر الاصلي. كده هنا نقدر نوضح بعد حكم المحكمة الدستورية الامتداد القانوني بيصبح لمرة واحدة فقط لورسة المستجر الاصلي. يعني النهاردة حضرتك لو ابن المستجر الاصلي ما ينفعش اللي انت تورس الوحدة السكنية المستجرة دي لحفيدك او لابنك. هنا حضرتك المحكمة الدستورية وضحت اللي ليك حق في الامتداد القانوني لعقد الايجار لمدة واحدة فقط. كده مفيش اللي نقطة واحدة بس عايز اوضحها لحضرتكم. كان قبل حكم المحكمة الدستورية الحق لمن يمتد له عقد الايجار ان يكون مستجر الاصلي. بعقد جديد. لكن الحكم هنا وضح واكد انك ليك امتداد قانوني فقط وليس مستجر الاصلي. اشتركوا في القناة